بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج واليوم إن شاء الله نكبل خواتيم السورة وننتهي من سورة المعارج في الكلام عن تفسيرها ووصلنا في الدرس الذي مضى عند قول الله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون هذه الآية العظيمة جاءت بعد أن أقسم الله سبحانه وتعالى بالمشارق والمغارب على قدرته المطلقة في إبدال الخلق وإبدال هؤلاء إن لم يصلحوا لأن يكونوا عبادا له على أنه قادر على أن يأتي بخلق آخر وذكرنا الآيات التي جاءت في هذا وتكلمنا عن هذا حتى أن بعض الفسرين قالوا وقد أبدل الله سبحانه وتعالى النبي بالمهاجرين والأنصار عن الأقوام الذين لم يؤمنوا به فكان الإبدال حاصلا من الله سبحانه وتعالى بما جعل للنبي من أتباع ومن أنصار ومن دعوته إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهذه الدعوة التي محفوظة بحفظ الله لا شك أنها كانت برعاية الله و بعنايته و بلطفه فجاءت فذرهم يخوضوا وذرهم بمعنى أتركهم يا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره قال أتركهم يا محمد ولا تأبه لهم كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولاحظوا الأنبياء في مواقف عديدة في القرآن الكريم يحملون أنفسهم فوق أمر الدعوة في أمر لم يطلف الله منهم ولكن هذه هي شفقة الأنبياء ورحمة الأنبياء على أممهم لا شك أن الأنبياء هم أرحم الناس على أممهم فهم يعني كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما مرت جنازة يهودي حزن عليه الصلاة والسلام قال نفس تفلتت مني كيف أنه هذا النفس لم أنقذها من النار أي رحمة عظيمة أن يشفق النبي عليه الصلاة والسلام وأن يراعي نفسا من غير يعني من غير دينه من كتاب آخر من ملة أخرى ولكنها لما تفلتت منه حزن عليه الصلاة والسلام أنه نفسا تفلتت منه ولذلك أكثر العلماء قربا للنبي عليه الصلاة والسلام هم أكثرهم رحمة بالأمة نلاحظ أنه كثير من أهل العلم مع شديد الأسف يضيق على الناس ويذكر النار وكأن الله ما خلق إلا النار ولم يذكر أن هناك جنة أيضا خلقها الله ولم يذكر أن هناك رحمة خلقها الله وأن هناك مغفرة جعلها الله لعباده ويوسع على العباد حتى يرجعوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى لذلك قضية أنه العالم كلما كانت عنده رحمة في دعوته إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان حاز حظا وافرا من النبوة لأن النبي أرسل رحمة للعالمين فأي عالم أخذ من هذه الرحمة وأعطى منها للخلق فهو قد غرف من بحر الرحمة الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فذرهم يخوض ويلعب النبي كان يحزن حزنا شديدا على هؤلاء الكافرين أنهم لم يؤمنوا يعني وقد جاءت آيات كثيرة في التخفيف عنه عليه الصلاة والسلام فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخر من نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنما أنت منذر من يخشاها فذكر إنما أنت مذكر وآيات كثيرة جاءت لبيان أن النبي كان يغتم غما شديدا على أمر الدعوة وعلى أمر الناس إن لم يؤمنوا فجاء الخبر من الله سبحانه وتعالى أنه فذرهم اتركهم يا محمد عليه الصلاة والسلام فالله أعلم بمن سيؤمن ومن لا يؤمن كما قال تعالى في سورة البقرة عندما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي أنه هناك من الناس من علم الله أنهم سيكونون من أهل النار علم هذا العلم أن الدعوة معهم لن تنفع لأن الله قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وليس هذا معنى أن الله ختم عليهم قبل أن يعرض عليهم الإيمان بل عرض عليهم الإيمان وأنهم تمادوا في الكفر فاستحقوا الختم كما قال تعالى يعني بل ختم الله عليها بكفرهم أي أن الله ما ختم على هذه القلوب إلا لما تمادت في الكفر وهذه سنة من سنن الله جعل الله سبحانه وتعالى للطائع درجات في الترقي حتى يصل إلى الولاية ودعا جعل للكاثر درجات في أو دركات في النزول في المعاصي حتى يأتي الختم من الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر كان حقيقة للأنبياء السابقين أيضا لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام فقط يعني عندما نقف مع قصة سيدنا زكريا عندما يقول وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يعني لاحظوا خشية الأنبياء وخوفهم على الدعوة وعلى دين الله أنه يقول يا رب أنا أخاف على أن أولاد عمومتي بعد موت يضيعون هذا الدين مع العلم أن الأنبياء ما يكلفون بعد موتهم بشيء يعني وغير مكلف أن يحافظ على الدين بعد موته لأن هذا ليس من شأنه لكن هذا هو حرص الأنبياء وخوف الأنبياء ومحبة الأنبياء على أقوامهم وعلى أممهم وحرصهم على سلامة دين الله من التغيير والتبديل فكان يطلب الولد لا لأجل التفاخر في الدنيا كما نفعل نحن إنما جاءه أو أراد الولد من أجل ماذا؟ من أجل الدفاع عن هذا الدين وأن يستمر أن تستمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا هذا ليس في معناه كما يتصور البعض أنه الإذن من الله أذن للنبي أن يأذن لهؤلاء أن يخوضوا ويلعبوا لا إنما هذا جاء على صيغة التهديد والوعيد ولم يأتي على معنى الإذن تعالى الله عن ذلك علم كبيرة فالله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وحاش النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك إنما الكلام فيه معنى على أنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أدرك من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت إن لم تستحي فاصنع ما شئت على معنى أنه يعني إن وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من عدم الحياء من الله فإنه سيصنع ما يشاء وليس معناه الإذن له بأن يصنع ما يشاء فذرهم يخوض ويلعب على معنى التهديد والوعيد كما قلنا أو على أنهم ذرهم أي أتركهم لعدم إيمانهم لأنك يعني هؤلاء وصلوا بالعناد ووصلوا بالمعاندة لك بأنهم كانوا كالأموات كما قال إنك لا تسمع الموت ولا تسمع السم الدعاء أي أنه وصلوا كالأموات وكالأصم الذي لا يسمع الدعاء فهؤلاء وصلوا إلى حالة فأنت أتركهم يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون واليوم الذي يعدون هو يوم القيامة وقيل أنه اليوم الذي يعدون ما يوقعه الله عليه من بلايا في الدنيا ومن قتل ومن سلب كما حصل معهم في بدر وفي غيرها نعم قال فذرهم يخوض ويلعب الخوض كما ذكر الإمام القرطبي الخوض هو الأصل السير في الماء وحركة الطين والماء هذا الخوض والخوض فيه معنى التكدير والتعكير ولكن نلاحظ أنه ما استعمل في القرآن إلا في المواطن التي فيها يعني كدرة والكدرة كما يقال اللون والكدرة للعيش وغير ذلك كما ذكر أهل التفسير لكن لما فيه اختلاط وعدم الصفاء قال يخوضوا ويلعبوا كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم بعد الذكرى حتى يخوضوا في حديث غيره أي حتى يخوضوا في حديث غير هذا الذي خاضوا فيه وغير هذا الكلام الذي تكلموا به نعم قال يخوضوا ويلعبوا كأنه الخوض غالبا ما جاء في موضوع الكلام واللعب لما جاء في موضوع الأفعال أي أنه كأن هؤلاء المشركين كانت لهم أقوال وكانت لهم أفعال ضد هذا الدين وضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فأنتذرهم يخوضوا ويلعبوا أي يتكلموا ما يشاءون ويفعلوا ما يشاءون ضد هذا الدين ولكن الله سيكون لهم بالمرصاد يخوضوا ويلعبوا والخوض كما قلنا هو يعني السير والحركة في المياه حتى يتكدر الماء وتظهر فيه الكدورة من قضية حركة الطين مع الماء وكأنه يذهب الماء الصافي وكأن القرآن هو الماء العذب الصافي كما سميت الشريعة شريعة والشرعة هي الطريق إلى الماء وكما سمي أن القرآن روحا لأنه به الحياة كذلك الشريعة هي من الشرعة الطريق إلى الماء لأن الماء هي الحياة وكأن الخوض هو يعكر صف هذه الحياة وصف هذه الآيات التي فيها استقامة للإنسان وحياة للإنسان قال يخوض ويلعب ويلعب جاءت دائما في الوصف يعني غالبا في القرآن يجي اللهو واللعب في غالب الآيات لكن هنا جاءت يخوض ويلعب لأن أراد منها مقصد آخر غير اللهو فجاءت يخوض على معنى ما يقولونه وما يبثونه وما يعني يلقونه من كلمات الغاية منها محاربة هذا الدين قال ويلعب من اللعب ومعناها أنه فعل الأشياء التي لا مصلحة فيها ولا منفعة لها نعم قال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حتى يقدر الله لهم اليوم الذي فيه يوعدون يوعدون بالعذاب ويوعدون بما كذبوا به لذلك يعني أتركوا يا محمد لا تكلمهم حتى يكون ذلك اليوم فتقول لهم ألم أقل لكم ذلك ألم أقل لكم بالقيامة ألم أقل لكم بالبعث ألم أقل لكم بالجنة والنار فهذا فذكرهم أنت في ذلك اليوم ولكن الآن أتركهم لأن الله يعني علم من أهل الجنة من وعلم من أهل النار من سيكون وقد قال تعالى وَلْقَدْرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نعم قال يومهم الذي يوعدون وجاء في الطور يومهم الذي فيه يصعقون نعم قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا أي يوم هذا هذا اليوم الذي سيفاجأون به هذا اليوم الذي لم يعملوا حسابا له أنهم قالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ أي أننا نحيا ثم نموت نحيا ثم نموت وإن كانت نموت ونحيا لكن قال ابن شجرة أنه ألواب هنا المقصود بها أنه نحيا ونموت لأنه لو أثبتوا الحياة بعد الموت لما أصبحوا دهريين وهذا كلام عن الدهرية الذين كانوا يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر أي أننا نحيا ونموت ولا بعثة ولا قيامة ولا نشور و هذا أيضا ما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في هذه الإشارة حول هذه الآية نعم قال يوم يخرجون و في قراءة يخرجون نعم إما أن الله يخرجهم أو هم إذا دعاهم ثم إذا دعاكم دعوة إذا دعا الله سبحانه وتعالى دعوة لأهل الأرض لقبورهم إذ هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم نعم و قد وصف الله سبحانه وتعالى يوم الخروج يوم الخروج بأوصاف كثيرة قال إذا نقر بالناقور قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا دعاكم دعوة وأمر الملك فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة و كما قال في آية النقفة إذا هم قيام ينظرون أي النفخ والنقر بالناقور والدعوة التي تأتي و يوم يخرجون كلها على معنى الإخراج و على الخروج من القبور يخرجون من الأجداث والأجداث هي القبور و كان الإمام الطبر يقول و كان أهل العالي يقولون جدث و كان أهل السافر يقولون جدث بالفاء و الأفصح الأكثر استعمالا عندهم هو الأجداث على معنى بالحرف الثاء يعني و لذلك جاء بها القرآن قال من الأجداث أي من القبور سراعا سراعا أي مسرعين يخرجون من قبورهم مسرعين في ذلك اليوم نلاحظ أن القرآن أيضا جاء في سورة القمر عندما يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القمر في قول الله تعالى ذكر الخروج في سورة الحاقة و ذكر الخروج في سورة القمر عندما قال كأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يخرجون كأنهم جراد منتشر و قلنا أيضا جاء الخروج أيضا في آية أخرى قال يوم يكون الناس كالفراش المفثوث يكونون فراشا مفثوثا و هناك قال جراد منتشر و هناك ذكر الخروج من الأجداث سراعا و نلاحظ أنه جاءت سراعا و الإسراع مع الأجداث لأن الموقف موقف استدعاء يوم القيامة ليس برغبتهم و ليس بخاطرهم و ليس بملك أحد أن يتأخر في ذلك اليوم إذا دعهم الله الدعوة للحضور في ذلك الموقف العظيم الذي يجمع به الله الأولين و الآخرين و الإنس و الجن و الطير و الحيوانات و قد ورد من عباس قال حتى يحشر الله الذباب كل شيء يجمعه الله في ذلك اليوم قال يخرجون من الأجداث سراعا يخرجون من القبور سراعا و قد قلنا أنه هنا ذكر الخروج لأنه ليس الغاية وصف خروجهم كما قال في آية كأنهم فراش و في آية كأنهم جراد ليس الغاية وصف طريقة الخروج و حالة الخروج إنما أراد بما أنهم أنكروا البعث فتكلم القرآن و صلت الضوء على مسألة البعث نفسه على قضية أنهم يبعثون و يخرجون من الأجداث قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا أي مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون و قرأت نصب و قرأت على القراءات الكثيرة في قضية النصب و هي من الألفاظ المثلثة في القرآن النصب و النصب و النصب و النصب نعم و جاءت إلى نصب يوفضون و جاءت إلى أيضا في قراءة نصب بتسكين الصاد نصب يوفضون هذه الحالة ذكر أهل التفسير قال كانوا إذا كانت أعيادهم أو كانت المناسبات عندهم في الجاهلية كانوا يسرعون إلى أصنامهم أيهم يستلم صنمه أول يستلم ما يعبد أولا قال فكانوا يخرجون سراعا في ذلك في أيامهم يستاجلون إلى أصنامهم أيهم يمسكوا بصنمه أولا ليأخذ ينال البركة على رأيهمهم في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول ستخرجون مرغمين على الخروج كما كنتم تخرجون راضين بالخروج إلى أصنامكم كما كنتم تسرعون إلى النصب و النصب قالوا هو إما يراد بها الأصنام أو يراد منها الحجار التي كانت تعد فيذبح عندها الذبائح و ما ذبح على النصب نعم و قيل إما أن الأحجار المنصوبة أو التماثيل أو الأصنام التي كانوا يعبدونها قال كأنهم إلى نصب إلى هذه التماثيل و هذه العبادات التي كانوا يعبدونها يوفضون و يوفضون على معنى يسرعون يسرعون إسراع البعير من أفضل بعير إذا أسرع أي كأنهم يسرعون إسراعا شديدا في ذلك اليوم العظيم عندما يأمر الله سبحانه وتعالى أن تخرج الأرض ما فيها و يخرج الناس من قبورهم و يرسل الله سبحانه وتعالى سيلا و في رواية سيلا و في الذي عليه الجمهور الأكثر أنه يرسل الله مطرا فتمطر على الأرض فتنبت منها الأجساد كما قال تعالى لما ضرب مثلا على البعث و النشور ضرب المثل في قضية خروج النبات قال و كذلك تخرجون كما أخرج الله البقل و النبت كذلك تخرجون أنتم يوم القيامة إذا أراد الله سبحانه وتعالى إخراج الخلق و يأمر فينفق في الصور فتتطائر الأرواح فتدخل الأجساد ثم يقوم الناس قياما ينظرون إلى رب العالمين قال إلى أنصبين يوفضون أن يسرعون إسراعا و هذا بمثابة الاستهزاء بهم كما أنهم استهزأوا في بداية السورة عندما قال سأل سائل بعذاب واقع و هذا يذكرها شنقيطي يقول كما أنهم استهزأوا في بداية السورة في قضية أنه استهزأوا بالعذاب متى يأتينا العذاب يا محمد تعيدنا بالعذاب يا محمد ولاية العذاب فكذلك استهزأ الله سبحانه وتعالى بهم فقال كأنهم إلى نصب يوفضون أن يسرعون هذا الإسراع قال خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم الخشوع الخشوع هو فيه معنى السكون يعني الخشوع فيه معنى السكون ولازم من لوازمه السكون قال فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج لاحظ هنا لما كانت الأرض خاشعة لكن لأنزل عليها الماء احتزت وربت أي أن الخشوع خاشعة أبصارهم أي أنه هنا أبصارهم منكسرة خاساكنة من خوف ذلك الموقف العظيم عندما يكون كل الذي سمعوه وكل الذي تناقلوه بينهم كان كذبا عن ذلك الموقف العظيم يوم القيامة قال خاشعة أبصارهم وليس هذا فقط أبصارهم التي كانوا ينظرون إليها في الدنيا ولاحظوا ربما بعضنا سيقول ولكنه يعني ورد في بعض في آيات أخرى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة أي أنهم البعض يحشرون عميانا فكيف هنا قال خاشعة أبصارهم أي أنهم هل أم يرون أم لا يرون كما قال ابن عباس وسأل عندما سئل قال القيامة مواقف موقف يكونون فيه على هذه الحالة وموقف يكونون فيه على هذه الحالة فهي مواقف والقيامة طويلة يعني كما قلنا تكون على الكافر مقدار خمسين ألف سنة وتكون على المؤمن يعني كما ذكرنا ذلك في بداية السورة تكون على المؤمن على مقدار ما يصلي يعني الصلاة المفروضة وقلنا وإن كان الحديث في ضعف ولكن هذا الذي عليه جمهور أهل التفسير من حيث المعنى صحيح قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم أي أنه من الرحق والرحق والتغشية ولذلك سمي المراهق مراهقا كأنه غشية البلوغ كأنه غط البلوغ أو قرب من البلوغ نعم قال ترهقهم أي تغطيهم تعلوهم تجللهم في ذلك الموقف العصيب ذلة وهذه الذلة ذلة الانكسار ذلة الكفر وكثى بالكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى ذلة آذن وعاذكم الله قال ترهقهم ذلة في ذلة ذلك اليوم عندما يرون أنه ما كانوا يؤمنون به يتبرع عنهم حتى الأصنام كان ورد عن ابن عباس وذكر ذلك الإمام الرازي قال إن الله يجعل حياة معينة في تلك الأصنام حتى الأصنام التي كانوا يعبدونها تتبرأ منهم في ذلك اليوم تتبرأ حتى أصنامهم التي كانوا يعبدونها من حجارة تتبرأ منهم في ذلك اليوم قالوا حتى أنه يبعث الله فيمثل يمثل الله سبحانه وتعالى بصورة العزير فيقول من كان يعبد العزير فليتبعهم قال فيأخذهم ملك على هيئة العزير فيسير بهم فيسقطهم في النار ثم يأتي ملك على هيئة عيسى عليه السلام فقال من كان يعبد عيسى فليتبعه قال فيخرج الناس حتى يذهبون مع ذلك الملك فيوقعهم الله في النار ولا يبقى في ذلك الموقف إلا أهل الإيمان أهل الإسلام فيقول ماذا تنتظرون يقول ننتظر ربنا والحديث معروف وقد تكلمنا ربما عنه في سؤال سابقة هذا الموقف العظيم قال ترهقهم ذلة عندما يرون أنه حتى الذين يلاحظوا الموقف كم هو صعب عندما كان البعض يقول أن الله أوصانا وأمرانا بهذا ثم يأتي يوم القيامة كما قال الله لعيسى بن مريم عليه السلام قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أنت قلت هذا يا عيسى كما أخبر عنك هؤلاء وتناقلوه عنك في الدنيا أأنت قلت للناس هذا الكلام فيقول يعني سيدنا عيسى يتبرأ من هذا يقول سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول مثل هذا الكلام إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك فتصور موقف الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة كيف سيكون الموقف في ذلك اليوم عندما الذين يعني افتروا عليهم وقالوا عيسى قال كذا والعزير قال كذا عليهم السلام قالوا بكذا وكذا يتبين أن الموقف على غير هذا وأنه هذا كذب وأن هذه الأمم كلها قد ضلت لأنها استهوت هذه الديانات وهذه الطريقة في العبادة كلما تعطي تنازلا في العبادات كلما يكون هناك الأمر مرغوبا للناس لأن الناس يثقل عليها الالتزام والنفس يثقل عليها الالتزام بالعبادات فكلما أعطيت تنازلا أكثر كلما كان لك الأتباع أكثر قال ترهقهم ذلة ذلك اليوم ذلك اليوم المراد به يوم القيامة يوم يفصل الله في الخطاب يفصل الله بين الخلق ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الذي أرسلنا الرسل من لدني آدم عليه السلام وإن كان آدم ليس رسولا آدم كان نبيا كما ورد في صحيح الإمام أحمد لكن المقصود من نوح عليه السلام من لدني نوح إلى محمد عليه السلام كانوا يقولون أن هناك يوم القيامة وكان هناك يوم بعث والكل كان يحذرون من ذلك ولكن سبحان الله هذه الأنفس التي رفضت الإيمان بذلك اليوم ستتفاجأ أنه كما قال تعالى ذلك اليوم الحق هذا اليوم الحق الذي لا تبديل فيه ولا تغيير الذي يوقع الله بالحق ويقتصه للظالم من المظلوم يقتص للظالم يقتص للمظلوم عفوا من الظالم الذي أخذ حقه ويقتص من الشات القرناء للشات الجرحاء التي ليس لها قرون يفصل الله في ذلك اليوم العظيم يفصل في الخطاب يفصل بين الخلق قال ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الذي وعدناهم وصدق الله وعده حيث كان ذلك اليوم كما أراد وكان ذلك اليوم كما وعد على ألسنة رسوله هذا غالب ما يقال في هذه السورة العظيمة سورة المعارج نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من تفسير هذه السورة ويجعلها لنا شفعة يوم القيامة نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الكلام عن سورة نوح بعونه تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة